انابى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي لافتتاح اعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الافرواسيوي لشركات التأمين واعادة التأمين الذي يقام تحت عنوان التحولات المعاصرة لقطاع التأمين في الاسواق الافرواسيوية بمناسبة افتتاح اعمال المؤتمر للاتحاد الافرواسيوي لشركات التأمين واعادة التأمين نقل سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتمنيات سموه بان يسمى المؤتمر في بحث سبل تطوير غطاع التأمين واعادة التأمين الذي يشكل احد المرتكزات الاساسية في اقتصاديات دول المنطقة هذا المؤتمر الذي يشكل حدثا اقليميا مهما لاقى اقبالا غير مسبوق من قادة صناعة التأمين وبحضور اكثر من ثمانمائة مشارك يمثلون اثنتين وستين دولة حيث ينظم المؤتمر جلسات حوار غنية بهدف استشراف مستقبل صناعة التأمين في ظل التقلبات المتزايدة في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية يهمنا ان تأتي هذه الشركات الى البحرين لتتعرف ان البحرين هي مركز اعادة التأمين وبالتالي عندما نقول اعادة التأمين يعني ان العديد من الشركات ستتجه الى البحرين عند تجديد انتفاقيات اعادة التأمين وخلال المؤتمر اكد المعراج ان الحكومة برئاسة سموه حريصة على دعم القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين واعادة التأمين حتى بات يشكل عنصرا مهما في الاقتصاد الوطني وحققت البحرين نجاحات عديدة جعلت منها مركزا ماليا مهما في المنطقة مع التطور التكنولوجي في صناعة القطاع المالي بشكل عام هناك كثير من الحلول الممتازة اللي ستضيف الى التأمين بشكل كبير ونحن نأمل انه الاخوان في الشركات البحرينية ايضا ان تأخذ هذه الفرصة وتستفيد لانه يهمنا بالدرجة الاساسية كما يعني طرح هو خدمة المستهلك وشهد المؤتمر مراسم انتقال رئاسة الاتحاد من جمهورية مصر العربية الى مملكة البحرين ممثلة بالسيد ياسر البحرنة الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين اريج الذي سيرأس الاتحاد للسنتين القادمتين رئاسة المؤتمر هي طبعا تتبع ضيافة السوق المضيف الى المؤتمر فبالطبع هي عزز موقف مملكة البحرين الحبيبة مكانتها الاقتصادية وبتكون سوء تأمين واعد بالنسبة الى كل الدول المحيطة الاقليمية والعالمية الموجودة ويضم المؤتمر الذي يعقد للمرة الاولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين الذين سيناقشون المستجدات الهمة التي من شأنها تحديد مستقبل صناعة التأمين كحدث اقليمي يلقي الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها قطاع التأمين واعادة التأمين في ظل ما يشهد من تغيرات تكنولوجية وتنظيمية شاملة تعيد صياغة مستقبل هذه الصناعة